بسمي مهاند عبدالهدي الفيدي عمري عشرين سنة من مدينة بنغازي طالب في كورية العلاء فترة الدراسة تعتبر من أهم مراحل حياة الإنسان وأنا نطمح للحصول على شهادة شهادة أكبر وهذا بفضل الله ثم أصدقائي لأن هم اللي من تجعوني إنه يكون إنسان إنسان جديد لما تبلغ العشرين من العمر يكونوا شعورك غالبا الثقة بالنفس والرغبة في الحياة ونحب الرياضة من نوع الكرة القدم وكنت من أحد لاعبين النادي الهلال عندما صارت الحرب على بنغازي والتحقت بيها وفقرت رجلي لعبة البلياردو عوضتني عن حبي للكرة القدم لأنها تعتمد على ذكاة الإنسان فكيفية تحديد تحديد الهدف وأصبحت جزء من حياتي الفترة الشباب في العشرين هي القاعدة التي يبدأ منها كل شيء هي التي تحدد إذ كنت ستعيش حياة مختلفة بعد فترة الدراسة نجي للمكان العملي والقاعدة القاعدة التي تجد فيها أنا وأصدقائي كيف تعيش بلادي عادي كأي إنسان نعيش بلادي فمهما كان الوضع سيء في بلادي فأنا لا أستطيع أن نستخدم عنها لأن بانغازي تعني لي كثيرا ترجمة نانسي قنقر